بس في البداية اسمحون قبل ما ندخل معكم في سياق الحلقة ونبتدي نتكلم في الأخبار والموضوعات اللي احنا مجهزينها ليكم لازم نتقدم في بداية حلقة النهاردة بخارس تعزينة للكابتن محمود الخطيب طبعا في يعني مصابه القليم نظرا لفقده وليه شقيقته ربنا سبحانه وتعالى يعني يتولها برحمته الوسعة ويلهم الأسرة بالكامل وكابتن محمود الخطيب وأهل بيته بالكامل الصبر والسلوان خالص تعزينة للكابتن محمود الخطيب الله يرحمها يا رب وخلص التعازي يا كابتن محمود الخطيب لأسرته المحترمة الكريمة عايزة أقول لحضراتكم أن الناس من كل أنحاء العالم أنا أتكلم بجد من كل أنحاء العالم من العرب طبعا وليعرفوا كابتن محمود كانوا بينعو كانوا زعلانين أنا شفت قد إيه فيه احترام وقد إيه فيه حب لهذا الكيان الكبير كابتن محمود الخطيب شخص محبوب فيه بجد في كل أنحاء العالم من الناس تاني العرب أو الناس اللي يعرفوا حتى الأجانب اللي يعرفوا أنا أقول لحضراتكم الشخصيات المحترمة بيبقى ليها احترامها بين الناس فناس كتيرة جدا نعت كابتن محمود ناس كتيرة جدا زعلانة اللي زعلوا والفقد وليه شقيقته وحنا عارفين ان كابتن محمود طبعا ليه شقيقات سيدات كتير فطبعا الواحد بيبقى ما بيمر بحاجة زي كذا بيبقى موقف طبعا صعب جدا ربنا يصبروا يا رب ويرحمها بإذن الله